جيبلي الشاكولاتة يا بلاش يا ولا رح رجعي البطاطة يا بلاش يا ولا جيبلي الشاكولاتة يا بلاش يا ولا رح رجعي بطاطة يا بلاش يا ولا نقلبني يا الزراي والشمس حمي علي معبني عزر عايي وشمس الحمي علي قمني طموية الصبية نقول في شاكالاتا اه يا والا لبني شاكالاتا بلاش يا والا احرجع البطاطا بلاش يا والا لبني شاكالاتا ماما بابا ايوة كده يا غال يا ارجسي اول واحدة يا ربي بجدت وقف كده علمتها الرقص ده نشاط رجوي بابا مين ما عليك انت عايزة حسين ولا ايه نين مين يلا يا بنات جو مرجس انت كمان لا ماما عايزة ماما ليه انت لسه واكلة غاليا بتعمل ايه ايه ايوة حسن جفاشتك على ترجس ايه بتعمل ايه يا ستهاني منت ارجس ترجس ايه يا مجنون انت والبنت بتعلميها ايه انا بعلمها حاجة مفحك مستقبلها ليه ان شاء الله نوية تطلعيها ايه لا لا اكيد يعني مش اطلعها غذية بس هي تبقى بتعرف ترجس حتى ترجس جوزها وجوزها مش عايزها ترجس انا مش عايزها تتعلم الرقص وانت مالك انت افرد مش جوزتهاش البت كده سجو عد كده مش عارفة ترقص و هتعمل حاجة يقولوا عليها ايه ايه مجنون انت ايه اللي هيقولوا عليها ايه يا اي واحد متعرفش ترقص يعني هيقولوا عليها حاجة انت في حاجة في دماغك خلاص عاد انا كنت بعلموا بيتحرقوا و دي الطريقة الوحدة اللي انا بعرف في غالية بطل رقص خالتي قول ايها تبطل خلاص يا غالية يا حبيبتي تعالي خلاص كده يا استاذ حسان مبسوط ايه مبسوط ياريت متعلمهاش الرقص تاني و ما تكيش دعوه بيها اصلا ما ليش دعوه بيها ايه يا وادية مجنون انت دي بتي و انا حره معاها بقول لك ايه روحيات و دي خطيبتي و انا نقاري الفتحة مع ابوها ما تقول له حاجة عاد هو عنده حق و واحده بيغير على خطيبته هو حور هو قاري الفتحة لا والله هو انت اتفقتوا ماشي و يلا عاد خلصي شوف اهل وراكي عشان شوية كده نروح له الدكتور يو عاد هو انت كل شيء تقولي الدكتور دكتور مش رايحة قلت لك وبعدين عاد امت قالت لازم نروحه شين نتمنه عشان على الاجل لو في حاجة تقدر تحافظ عليها بدل من انت العمال تتنطط كده قولي عاد لو انا حبلي انا بقى قالي ساعة ما لارقص مش زماني كنت سقطت لو حبلي اه واللهي بس برضو لازم نعملوا اللي علينا خلاص ماشي سيبني كده شوي لسه وراي حاجات كتير عايز اعمله ماشي يلا بينا يا حسن خالتي انا ماشي اوعي تخليها ترقص انت فاهمه لا ما تخافش يا حبيبي مش خليها ترقص تاني ماشي خلي بالي قعد نفسك يا غالية واوعي تسمعي كلاممك لما تقول لك ارقصي افو انت كل شوية تقولي اثن 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 امشي يا قصة فحاتن خلينا نشوف اللي ورانا على فكري محدش هيخرب على بيتك دايق غيرك واه يعني اللي هخرب على بيتتي والله واطلعت من البيضة يا قصة حسن وبقت تعرف تتكلم ماشي اخي وروح شوفها تعمل ايه ممい ايه العيال دي عيال اخر زمن قال ايه محدش هيخرب على بيتك غيرك عشنا وشوفني يخت انتي كل شوية تقولقيين عثن عثن جواه عرفني واه وانتي كمان عتقولي حسين حسين يا حبيبتي عيزية جواهات من برا عشان ما يطلق بط tips ماشي يختل وانتي هأكلك. يلعني جرب يختلتي وهيه هل يقوليه شائلكم يالله عاد خلصي اخلصي بالضبط يا ابت انتنسيت ان احنا قلنا بكرا رحيل الدكتورة قومي يالله غير خلقاتك خلينا نروحه يا ابوي عادة وانت صدقته او ايه لا مش رايحة لا هنروحه عشان ننأكده عشان لو في حال تقدر تحافظ عليها تغذيف التمين بتاعه لو مفيش بخلاص مفيش ان شاء الله ماشي حقومي غير خلقاتي وريحكم عشان انا عارفها مش هتسكتوا يالله خلصي حالك ويقول لي انا مش انتلبس يا كماء ماشي ايه الناس دي قولي شو هي حبلة 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 في ايه هو انا بقدوس على الزرار وحبل يعني ما لسه مخلفالهم عايزين مني ايه تاني اف امر لله هاروح للدكتور معهم وخلاص مع اني عارفة ان انا مش حبلة خلصي يالله جومي خلص يا اخوي مستعجل علي ايه ايه دي هلأتس يعني ان انا مخلفتش قبل كده ايه يا دكتور طب مني حبلة ولا ايه الف مبروك يا ستي انت حامل الحمد لله بجد دكتور انا حبلة في كم شهر انت حامل في شهرين الحمد لله مبروك يا اختي يلا بينا عاد جومي يلا بينا ايه يلا دارك لا لا انا مش حبلة هنشكشف عالفاضي يعني ايه بدل جينا الحد هنا يبقى لازم تكشفي يلا خلصي يا ابو يعاد ماشي مش لازم تكشف جوي يعني انا عارفة نفسي انا مش حبلة ولا حاجة بس هم اللي قالوا اللي اكشفوا خلاص ماشي نتأكد برضو مالك يا بتي جلقانة ليح كده من الصبح مش عارفة البنات رحلوا الدكتورة ولا ايه بالزبط جلقانة واي يا بتي وانت ترضى لجلقانة كده على طول حتى هم في بيوتهم مرس بيهم اكيد رايحوا يعني انا عايز اعرف الدكتورة قالت لهم ايه انا خايفة البت سعاد بيه تتلحب لصوح دي ممكن تجنن فيه ولا تجنن ولا حاجة هو الخبر بث الاول هيخدها كده شوية وبعد كده هتبقى عادة ما عملت كده في اول مرة لما عرفت انها جابت تلت بنات ما عرفش عاد ايه اللي ممكن تعملوا البت المجنونة دي وخايفة كمان لو طلعت حبلة تخلف برضو بالتوقم كده تجيب لها اتنين ولا تلاتة يا مري لا لا دي كده هتتجنن رسمي اه والله يسوح اول مرة جابت تلاتة ثانية مرة هتجيب كان ما عرفاش والله يا اما ربنا يسطر طب ومش خايفة على هانم لا لا هو في زي هانم وبعدين هي اصلا عايزة تخلف وحتى لو ربنا جاب لها اتنين ولا تلاتة ولا حاجة هتبقى راضي هي عاطوا الراضي يا بدي عادة ما زي سعاة مجنونة بس والله سعاة طيبة وغلبانة هي بس صوتها عالي وخلاص ايه والله طيبة عشان كده انا بحب نكشه احط لك الاكل يما خلاص استاوا لا هستني لما يجي جوزك عشان ناكله بالمرة بسم الله ما شاء الله انت النهاردة مركزة كده ومش بتنسي حاجة الحمد لله ايه يختي وانا نسيت ايه قبل كده عشان ما ننسوش دروقتي لا لا يما ما بتنسيش حاجة انا بهذر معاك قوليلي هو عم اسماعيل جالك هيجي امتى مين عم اسماعيل ده ويقول ليه جاي امتى ولا مش جاي يا ما شاء الله انا حصدتك كده يلحكت ايه انت عينك عفشي بس احصتي ليه عشان عم اسماعيل ده جوزك وانت نسيتي واه هو انا متجوزة ايه متجوزة طيب ايه اللي قعدني عنديكم لما انا متجوزة وعندي بيت تعالي الله لوحين عشان مش فاكل بديه فان واه يما معم اسماعيل مسافر مصر وانت قعدة هيني لحد ما هو يجي اه عشان كده انا قعد عنديكم ايوا عليك نور اغرفلك ولا تستني جوزي واه وانت كمان متجوزة مر عاد ايوا يما متجوزة ماشي مبروك طب انا قتلنا جوزك ليه انا عايزة اكل دروقتي ما تستنيه انت يا مر يا اما ما انت قلتين استني هنأكل كلنا مع بعض لما يجي جوزك عشان كده انا بسألك ماشي هاغرفلك وعملك الشاي ماشي يلا خلصي ايه يا دكتور خلص اكدت ان انا مش حبلي اقوم عاد ومين قالك ان انت مش حبلي انا عارفة من غير محد يقول لي بس الحقيقة ان انت حامل وفي شهرين برضو هتهذر انت انا عارفة اكد هما متفقين معاك صح خلص مش مش تشكرين حلوة برضو حلو ايه انا مش بحذر معاك دل حقيقة انت حامل في شهرين مين دل لحبله في شهرين هانه مسوح ايوم انا عارفة لا انت اللي حامل في شهرين وهي كمان يا موري يا موري انا انا حبله في شهرين صح لا لا انت بتحذر معاي اكد ولا انا نايمة وبحلم لا 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 يمكن ابدا انا بقى حبلة لا 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 يا موري يا موري لكون حبلك يا مان في اربعة ولا في ثلاثة عانيين لا لا يا ربي لا ايه دي بس يا سعاد بفاش حاجة يعني مبروك ايوه يا اخذ العيال حلوين يلا يلا بنا الروح مفر حمي انا مش ماشا من هنا مش ماشا غلما الدكتور دي يقول ان انا مش حبلي بس انت حامل تعد غضي يا دكتور انت ولا مين انت بالزبط ايه دي انت حبلي في ايه حرام عليك انا غلطان يعني انا بقول لك الحقيقة وان انت تريد كتاب هامل دي حاجة حرام من لعب يا دكتور قول لها انت مش حبلي انت اهليح بالايال دي يا دكتور احب على ايدك قول لها كده وكده خليها المشي هيا دلوقتي مصدومة عشان مкой لفتلاتة كدا أم برضو قوي يا خايف أتخلف تاني معلش عشان خاطرنا يلا يا مكانيكي خلطنا شايفين عاي تقول لي ايه؟ معلش يا دكتور حجك علينا خلطنا بالله عليك يلا يا سعاد عاي تجومي لا انا قلت مش متحركة من هنا غير لما الراجل ده يقول لي ان انا مش حبلي يا ست انت مش حبلي يلا مع السلامة شفتو مش قلتلكم ان انا مش حبلي وده دكتور على ما تفرج بجانا دكتور على ما تفرج طب ايه رأيك عاد ان انت حامل لا انت عتضحك علي يا مكانيك انت يلا بيني يلا يلا خلصي فيها يا دكتور ما تعديها يعني انت مالك ماسك على الكلمة كده ليه ومكشر في وشنا انت مش حايفها مصدومة يعني جالس كلمة قلت لك قولي ان انا مش حامل خلاص يعني اهده انت عزا ايه كده ليه هجلع انت اصلا انت خريب جوي اهده انا اومر اشوف دكتور كده مفروض بكثائس العيان يعني الستات دول مش عايزين مسايسة الستات دول عايزين ياخدوا بك دماغهم ايو 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 خلاص فهمت ماشي ربنا يكون في عونك انا ماشي فهمت ايه وانا قلتلك حاجة بدل متعصب كده وقالب سحنتك ومش طايق الستات يبقى انت متجوز ومارتك معاك لنا عليك ومنكد عليك عيشتك ربنا يكون في عونك يلا هنعمل ايه قدرنا كده يا دكتور ايه ده هو انا باين على وشي قوي كده اوه كمالي ومالي الجواز انا كمالي ومالي يوم انا كنت راجل محترم في حالي وبروح وباجي وانام ووقت ما انا عايز وعمل كل اللي انا عايزه مال انا ومال الجواز يا ربي معلش عاد يا بعمه كلنا كده هنعملوا ايه قدرنا مسح دموعك يا راجل عيب مش قادر والله مش عارف اعمل معها ايه غلبت نكد ليل ونهار وطلبات وزن وحاجة تقرب اوه والله يا دكتور انا برض بلوم نفسي انا منكد علي عيشت ليل ونهار ولسي بعد الخبر اللي انت قلته الهديه ده انا هشوف ايام ما يعلم بيه هلا ربنا اجمد كده عاد ده انت لسه كنت عتوسيني ايه امسح دموعك يا راجل مش قادر يا دكتور مش قادر اه انا خايف اروح ومن سمعك انا كمان خايف اروح طب ايه رأيك نهرب احنا الاتنين له له يا راجل عشر العيال يلا روح مراتك حبلة لازم تبقى جنبها ما هو ده اللي مخوسني انها هي عارفت انها حبلة يعني انا هشوف العذاب الوان ولا هعرف انام ولا اكل ولا اقعد وتقعد تبكي ليل ونهار وتصوت وتقول لي بوه وتقعد تقول انا مش حبلة ومش عارفة ايه وكمان لما تولد يا دي المرار الطافح معلش عاد قدرك هتعمل ايه يلا روحات علاء بتعمل ايه كل ديه ما تخلص ماشي ماشي جاي ربنا يكون فعونك وفعون انا كمان اياني يما يما يب كم استخبيلي في كل ديه اعمل ايه يا ربي كمالي ومالي الواقعة السودة دي ما انا كنت كعت عند ابوية زي الفل ايه اللي قلنا نسجاهوا هرسي يا ربي عيال تاني طيب افرجون ثلاثة كمان اعمل ايه اربيهم كيف دول او يا دماغي دماغي هتفرجع اقوم اديها بالجزمة واخلص وهي ولا دايهية في ايه ولا في ايه اهدي نفسك يا بتي عشان اللي ببطنت ايه اللي ببطني مفيش حاجة ببطني الدكتور قال لي انت مش حبلة وانا مروحة يبقى خلاص محدش يقول لي حاجة خلاص انت مش حبلة وايه اللي انت عاملت نفسك ده ايه اللي فك دماغك ده ابت نفوخي هيفرجع وهي يا بتي الناس انت بتكبر الموضوع ايه مختك حبلة دايك اهي وقاعدة اختي عندها اثنين بس وبعدين هي عايزة تخلف انا مالي انا مش عايزة معلش عادي يخطي ايبكر ان شاء الله هالمرة دي تجيب عيال واحد بس ويبقى اربعة يا موري يا مراري التافع كمالي ومالي اللي واجعل من اي لدي وبعدين عاد انا دماغي واجعتني وكل يوم الموال دي يا رب انا صدكت مخلصنا من الخلفة الاولى وبدأت تهدي لسه هدخل في حكايات تاني ايه واجع الدماغ دي ايوه يا اخوي هو انت شايل هم حاجة انا اللي بحبل وانا اللي بخلف وانا اللي بربي واكل واعمل كل حاجة وانت جاعد كده برشا خلاص يا ستي ربنا عايز كده يبقى نردو ونسكت ونبقى راضين كده عشان ربنا يبقى ركسيهم اللي كي عملاها ديه غلط وحرام وبعدين ياختي ديه نعمة من عند ربنا مفروض نكونوا فرحانين بيه ونشكروها عليها انا عارفة ان العيال ديه نعمة بس انا عمليها انا مش جدها انا مش جد المسئولية دي انا معايتها لا تصدكت مجاعدوا وبدأوا يمشوا ويتكلموا حرام عليكم حرام علينا ايه واحنا اللي قلنا عليك انت مش بتقولي كنت عامل حسابك وعمل مش عارف ايه احنا معنا انت تسكت خالص عشان انت السبب اللي انا فيه ديه انا السبب يعني ماشي يا ستي انا غلطان انا بقولك ايه انا سيبلك شبيت كله وماشي انا زكت واه يا ولدي ايه اللي انت بتحمل ديه هي يعني معزورة دلوقتي وتعبانة ومصدومة مفروض تططب عليها كده وتقول لها معلش شي ويعني تحسفها كده ان الموضوع صحي مش انت كمان تتعصب عليها ايه يا ولدي حرام يما اللي هي عملاها ده كتير خلاص يعني هنعملوا ايه ربنا عايز كده ماشي واحدة واحدة هي عجلها كده عجل اطفال هنعملوا ايه ماشي امر لله بقولك ايه يا سعاد ايه تحب اروح اجيبلك شكالاتة وكزوذة اتروجع عصابك كده اه يا ريت والكزوذة تكون ساجعة كده متلجة عشان الجو حر جوي ماشي يا ستي هجيبلك كل اللي انت عايزها بس انا عايزك تهدي كده وصلي عالنبي انتي دلوقتي بقيت حبلة حبلة لا لا حبلة لا ما تقولش حبلة الدكتور قال لي انت مش حبلة خلاص حبلة لا انت مش حبلة بس برض خلي بالك من حالك ومن صحتك واخد الفيتامينات اللي الدكتور قال ليك عليه وكل كويس عشان انتي عشان نفسك كده عشان ما تتعبيش وشعرك يوجع وثنانك توجعك وكده ايو صح فكرتني شعرك هيوجع تاني وانا صدقت ما لميته يا مري وكمان سناني هتوجعني وهاخلع درسي تاني يا مري وكمان بشرتي هتبقى كده كعشة كده ومضلمة يا مري وهيطلع لي في وشي اسمه ايه دي البقع دي شاطر يا اخوي جدت هديه ديلت اكتر بص يا بتي انت لو خدت الفيتامينات اللي الدكتور قال عليه وكلت كويس وشربت لبن لا شعرك هيوجع ولا اسنانك ولا بشرتي ولا اي حاجة صح يا عمتي ايو صح يا بتي جرب بص المرة دي هتلاقي كل حاجة ماشي عليك لو انت اهتمت بحالي خلاص ماشي انت بفرد عملت كل اللي انت قلتلي عليه وما حصلش كده اعمل ايه انا ساعت ايه لو ما حصلش يا بتي مع ان ديه مش هيحصل لو انت يعني اخدت الفيتامينات وكلتك كويس وشربت لبن وعملت كل اللي عليك صح مش هيحصل كل دي وهتلاقي شعرك زي ما هو وبشرتك وكل حاجة بس لو قدر الله يعني حصل عكس كده عادي هاجيبلك فيتامينات غالية اترجعلك كل حاجة زي الفل فاهمة؟ ماشي فاهمة هو صح اللي انا سمحته دي بسم الله الرحمن الرحيم اه يا بوما انت في حد يدخل على الناس كده فهجأة البيت دي هملهوش بط خبط عليه اه جميلة يا بتي خبطينة طب قولي سلام عليكم ولا اعمل اي كده صوت سلام عليكم معلش انا لقيت الباب مفتوح قولولي بس الخبر اللي انا سمحته ديه حاجي جي خبر ايه ان شاء الله يا بوما اللي جاي انا جاري عشان تعرف ايه هو انت صح حبلة؟ وانت مالك حبلة ولا مش حبلة؟ ايش خششك انت ودخلك انت في خصوصيات الناس؟ مالك بينا متبعدي عني نحرم عليكي؟ يعني انت حبلة ولا لا؟ يا دي النيلة السادة حد يبعدها عني انا مش تناقصة ما اقول لك ايه؟ حديكي علقة تانية زي المرة اللي فاتت والمرة دي هتطلع فيكي كل اللي نشعلها جوايا انت فاهمة يا بتنتي غوري من هنا بصة انا مش بتحدث معاكي اصلا ومش بتحدث معاكي انا بتحدث مع عمتي يا عمتي هي صحيح مرات ولدك حبلة؟ يا مري هتجيب للضغط العالي والواطي مع بعض انا واحدة فيهم سعاد ايزة ايه؟ انا مش بناديكي انا بقول لها سعاد سعاد هي اللي حبلة ولا لا وانت عادي سعرف ليه يا بدي بس قال عاد يعني هفرح لكم واحنا مستغنيين عن الفرحة بتاعتك احنا مبسوطين لحالنا مش مستنيين بتيجي عشان تفرحيننا يو عاد هو انت مش عايزين تريحوني ليه؟ سلام عليكم عليكم سلام صح اللي بدي سعادية دهجلت هو ليه؟ هاني محبلي وكمان سعاد حبلة يعني حبلة صح؟ شكلها ماتت يا مري الحجوها لا لا سيبوها لحد ما تخلص انا ما كنتش عارفة ان خبر الحبل بتاعي هي موتها كده كنت قلتولها من زمان جومي جومي يا بيتها جميلة يلا جومي معاي بس بيها يا اما خليها تتكل على الله وتريحني بس لا لا ما تخلقاش تموت هنا في شجتي لا تطلع لي عفريته وتبهدني ده هي و هي عايشة جرفانة في عشتي اما لما تبقى عفريتي هتعمل ايه فيي؟ ايه بتي مالك؟ مافيش تعباني شوية يعني هي حبلة بجاد ايوه انا حبلة بجاد وكمان هجيب وعد كمان هتجيبي وعد يا عدني للسودي مافيش مافيش مبروك الله يبارك فيك يا بتي عقبالك كده لما نشوفه خلفتك ده هتبقى خلفة منيلة ماشي انا ماشية مع السلامة لديك ماشيش في رقبك وه؟ مالها دي سيبك منها يا اما خليها كده بنارها مبروك يا ولدي ان شاء الله المرات جايي لك وعد ايوه وعد يسمع منك يا اما مبروك يا بتي يا هانم ان شاء الله تجي لك البت اللي انت عايزها ايوه عاد والبت اتميلي علي كده عيالي الحمد لله واستي بنام Houston يا خضره وضليلة بيت رأفرفع العي لا لا يا خدا وظليلة بجد آفرف علينا يا بيت يا حلا يا حليلة مهم لا يا خدا وظليلة بجد آفرف علينا يا عيلاً تراحب العيلا 9 Classic X الأسكلي موسيقى 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 موسيقى